بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتباني يارب النهاردة يكون يوم جميل بالنسبة لكم ونهاركم سعيد ان شاء الله هنبدأ الروتين بتاعنا مع بعض بعمل الروتين دوت عشان خاطركم انتم انتم اللي بتشجعوني بتشجع بيكم كده بقوم اعمل الحاجة بحس اللي انتم شايفيني اللي انتم معايا في البيت يلا يهيبا يخسل المعين اروح غسل المعين يلا يهيبا اكنوس الارض اروح كنسل ارض يعني الجد كده بعمل كل حاجة بكم انتم على فكرة مش انا اللي بديكم التوجهة الايجابية انتم اللي بتدهالي والله العظيم حاولي تبقي على طول نشيطك كده ببيتك هتلاقي كل حاجة جميلة بالنسبة لك والدنيا متيسرة والامور ماشا كده على طبيعتها وما فيش اي حاجة حتى لو في مشاكل سيبيها يا ستي على ربنا وان شاء الله ربنا هيحلالك ما تبقيش قاعدة شايلة هم كل حاجة فوق راسك كل حاجة وليها وقتها هتتحل ان شاء الله بس انتي فوته ورا دهرك كده واملي ارمي تكالك على ربنا ان شاء الله كل حاجة هتتيسر لو زعلنا من حاجة لو الدنيا ديقة عندك والمصاريف مش مقضية لو مثلا نفسك تجيبي حاجة ادعي ربنا وان شاء الله ربنا هيحلالك كل اللي نفسكم فيه بجده عن تجربة والله العظيم انا عمري في حياتي يعني انا متجوزة هو بقى لي 12 سنة وعندي 27 سنة او 28 سنة والله العظيم وحيات ربنا وحيات عيالي عمري ما رحت شكيت لحد عمري ما رحت قلت لحد خططت على جارة وشكت لها من جوزي عمري ما رحت خططت على حد من اهلي او اتصلت بحد من اهلي وقلت له حصل كذا 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 عمري في حياتي ما عملت الموضوع دوت سواء قريب او غريب عمري ما عملته ليه بقى علشان خطر سر بيتك المفروض ما يخرجش برا في حاجات كده بتيجي عندها وتقولي استوب لأ انا ماينفعش لانا اتكلم فيها حتى لو انت متضايق اتكلم ربنا ربنا وعمره في حياته ما يخرج سره لبرا يعني انت هتقاضي تلاقي كل حاجة انت عايزها ربنا بيحققه مرة عملتيها وما تنفزتش ادعي تاني ادعي تالت ادعي رابع ادعي كثير ادعي كثير قوي ان شاء الله ربنا يا حالك كل اللي نفسك فيه والله العظيم بكلمكم عن تجربة انا عمري في حياتي ما رحت خبطت على اي حد ورحت قلت له تعالى حكي لك اللي بيحصل في بيتي عمري في حياتي ما رحت قلت اشتكت لحد همي ليه بقى علشان خطر كل اللي هيسمع منك هو مش بيده حاجة كل اللي هيقولولك معلش استحملي بكرة الايام تعدي طبعا انا مستنية كلمة من حد التقية مستنية كلمة زي دي من حد لا انا مستنية اللي حياتي تتغير يبقى مين اللي هيغير لحياتي هو ربنا سبحانه وتعالى فانت سيبك من كل حاجة ودعي ربنا ما تروحش تحكي اسرارك لحد خالص خلي سرك لنفسك هو لو سرك خرج منك اعرفي اللي هيروح لها كل الناس حتى لو انت اللي انت بتكلمي ده سيكة يعني حاولي كده على قد ما تقدري ما تحكيش اي حاجة لحد عن تجربة والله العظيم مش بقولكم كده علشان خاطر اخوفكم من الناس لا مش عشان كده والله العظيم عادي عايزة تحكي احكي بس في اسرار بيوت المفروض ما تتحكيش في حاجات كده بيت حط تحتيها مليون خط احمر المفروض ما يتقلش عاودي نفسك على كده عاودي اللي انسي سرك لنفسك مش لحد تاني انا ماشى بالنمط دوت او ماشى بالحياة ديت بجد يعني اه بيحصل مشاكل وبيحصل خنية وبيحصل زعل وما فيش فلوس وساعات بيبقى بنامز علينا وساعات مثلا بيحصل حاجات كتير لكن عمري ما رحت اتصلت بحد قلت له تعالى الحاني انا زعلان تعالى الحاني انا مش لقياكل تعالى الحاني انا مش هارفي لا ادعي ربنا وقمي صلي الركاتين وربنا ان شاء الله هيحلل الكل اللي نفسك فيه انا بقولي الكلام دوت ليه لاني جالي كومنت حبيبة قلبي اكيدها تسمعني دلوقتي او بتتفرج عليها دلوقتي يا هيب انا مخنوقة من جوزي وزعلانة وكل شوية اهلي يجولي واخويا ومراته واختي وجوزها يوجوا ويصلحوني وبابايا ومامتي وهو اخوه ييجي ومراته كمان يتيجي والعائلة كلها تتلم طب وليه ليه تهزقوا نفسيكو كده يعني ليه انا مش عارفة بصراحة حاولي انت تلمي الامور وتيسري الدنيا ما تخديش كل حاجة ارمي حمالك على ربنا وان شاء الله ربنا هيحقق للك كل اللي نفسك فيه يلا بينا نبدأ الروتين بتاعنا النهاردة وان شاء الله باذن الله من هنا ورايح كل الروتين هعمله هيبقى فيه حكمة او هيبقى فيه موعزة سواء عن تجربة الشخصية او سواء عن تجربة كل المتابعين اكتبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله باذن الله هنحل لي مشاكل بعض من غير ما حد يعرف عننا اي حاجة من غير حتى ماقول اسم المتابعة اللي كتبالي المشكلة صفحتي على الفيسبوك اسمها هيبقى حمادة بالانجليزي حتى صورة الدرع بتاع اليوتيوب لو معرفتش توصالي خالص ادخلي جوا بيتك اجمل مع هيبقى على الفيسبوك برضو وهتلاقيين انا اللي بشاير حاجات جواب دوت وهتلاقي صفحتي موجودة هناك بعتيلي اد وانا ان شاء الله هاقبله وبعتيلي كل المشاكل على الصفحة بتاعتي وان شاء الله هنحلها مع بعض كده بشوية كلام حلوين بشوية فتفضة مع بعض من القلب للقلب من غير ما عرفك من غير ما انت تعرفيني هتلاقي فيه قراء كتير في الموضوع تقدر يتاخذي القراء اللي انت عايزها اكتبوه لها تحت في الكومنتات انتو تجربتكو الشخصية بتلخصوها ازاي لو في مشاكل لو في حاجة بها يطر انتو بتروحوا تحكوا ولا بتحتفظ بسر انت لنفسك ولا ايه بالزبط يلا عشان ما طولش عليكم بقى نبدأ الروتين بتاعنا النهاردة والروتين النهاردة عملي ومفتوحة هوا يا جماعة مش مسجلة الصوت ولا اي حاجة اي نعم عندي برده وفي خنفرة شوية كده بس معلش استحملولين شوية اول حاجة هعملها انا فطرت الصبح الحمدلله وزبطت الدنيا وزبطت الموعين وكل وقت تمام اهي والرخامة زي الفل يلا بينا بقى ندخل نشوف هنعمل ايه في يومنا النهاردة كمان ولعت هنا على اللحمة بتسلق معايا علشان خاطر هنعمل بسلة اه والموعين عندي هنا ندفها هستخدمها بقى مرضيش شاشلها في الدولاب المطبخ ان شاء الله بإذن الله هعملكم جولة في دولاب المطبخ بتاعي اللي ما مش حطها في المطبخ اللي تكتير قوي سألوني عليه يهيبا فين دولاب المطبخ بتاعك ومطبخ دوت بيشيل حلل لها ما بيشيلش حلل لو اللي عايزة تتفرج على الفيديو بتاع المطبخ بتاعي هسيبهولك في صندوق الوصف إن شاء الله الفيديو كامل على بعضه المطبخ من أوله لأخره ومن فوقه لتحته وكل حاجة في المطبخ عندي هفرجك عليها الحلل بقى إن شاء الله بإذن الله الحلل والحاجات البلاستيك والعلم والحاجات دي هعمل لكم فيديو مخصوص ليها إن شاء الله بإذن الله كده في خلال الأسابيع اللي جاية هينزل لكم على القناة هقول لكم أنا بشيل حكسي كلها فين وبحطها إزاي وإزاي بنظمها وإزاي منظمة حياتي في الشقة يلا بينا بقى نروح الفريزر نطلع على البسلة ونشوف هنعمل معها إيه تاني يعني نجيب الرز ونجيب الشعرية ونزبط بقى كل حاجة مع بعضين يلا بينا خلاص وصلتها هوا عند الفريزر اللي أنا أفتحه بسم الله ده كده الفريزر بتاعي يا جماعة حبيبة قلبي اللي طلبت مني أعمل لها ريفيو عنه إن شاء الله بإذن الله في خلال الأسبوع دوت هينزلك ريفيو عن الفريزر ما أعملتش بس هعمله آآ هو نوع إيه هو نوع يونيون إير نوع لحد دلوقتي جي بيبقى لي سنة هو يعتبر آآ حلو كنت كان عندي الأول اللي هو آآ 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 بصراحة مش حلو خالص الفريزر الفريزر اللي بسلة حطها في الدرج اللي هنا بتاع الخضار بصوا دوت كده فلفل آآ آآ فلفل رومي أنا مفرزة بالشكل دوت كده وده فلفل حرقة هون بصي بعمل الكيس فيه أرني فلفل أو أرني ونصف كده علشان خاطر آآ ما عودش أفتح في الكيس واقفل في الكيس كده يعني إن شاء الله هعمل لكم ريفيو عن الفريزر ولو عايزين بقى أقول لكم إزاي أنا بنظم الفريزر بتاعي هقول لكم دي كده البسلة أهي مفرزها هطلح هنعملها ودي بامية انا شايفنا وطبعا دي بقى السبانخ برضو إن شاء الله هعمل لكم فيديو للسبانخ لوحده ودي الفصولية أنا عملتها فاسبها لكم في تندوق الوسط في هنا ايه؟ هنا تماطم والطوم آآ مش هطلع تماطم من هنا لإني لسه بدري قوي عبال ما تفط وأنا عايزة أعمل بسرعة فهاخد من جوه من عندي من التلاجة كده آآ أربع خمسة هضربه معنا طول بالهند بلندر هيبقى سهل علي ودي هارسة الشطة يا جماعة ودرج دوت فيه تماطم يلا بينا بقى ندخل جوه ونشوف بص الكوسة اهي اللي أنا مفرزها اللي احنا عملنا منها شعبة خضار آآ الروتيني اللي فت يلا بينا ندخل بقى المطبخ ونطلع التماطم ونطلع التوم ونجيب البصل ونجيب كل حاجة معنا ووصلنا المطبخ او انا فاطل كثير من تلاجة هروح انا بقى انا اجيب المطبخ من الفريزر بتاع التلاجة اطلاجة التوم لان حباه في بطرمان اريد من ايدي ولما بيخلص بطلع من الدي الفريزر خلاص كده طلعت كل حاجة من التلاجة جبتي التوم من الفريزر بتاع التلاجة بص البطرمان خلاص فاضل في حوالي تلات معالق كده لما بيخلص برغسله وشايله في مكان تاني عشان لما يطلع التوم الجديد اروح عاملة فيه وبعد كده بطلع من الفريزر اللي ادي فريزر بطلع منه بطرمان تاني او لو انا عاملة في اكياس بفضيه في البطرمان زي كده اه كمان طلعت اللامون اللي انا مفرزاه بصو اللامون زي الفولة هو يا جماعة مش مهري ولا اي حاجة اهو وهوريكم وانا بستعمله وكمان طلعت التماطم وانا بطلع بقى التماطم لقيت عندي بتين جيان فلازم نخليله بقى جنب الخضار اللي احنا هنعمله النهاردة اه قلت بقى لو سبته في تلاجة اكتر من كده هيبوز اه وطلعت التماطم دي كده هاخسلها واضربها بالهند بلولي ست سبع شهور اخيه اللي جايبها لي بخمسة وستين جنيه بس حلوة قوي يعني مخلياني رميد كل السكين اللي عندي معادة السكينة دي هارميها قريب مش هارميها هادها لحد غاقي يعني محتاجها يعني غيري حد يكون اه اه انا كده بقى يعني الحاجة اللي عندي مش برميها بشوف اللي محتاجها ايه واروح مديها لحد لكن لو شايفها اللي هي متصلحش لحد ما بتدهلوش عشان خاطر اه مجرحوش او ما يعيبش علي او مثلا اه 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 ايبقى متضايق مني او حاجة زي كده لو انا شايفة اللي هي متصلحش لحد خالص بروح رميها وخلاص لكن لما بيكون شايفة اللي هي فعلا انا مش محتاجها وفي حد تاني ممكن يستفيد منها اه بدهلوش تبقى انتي شايفة ناس كده حواليك او بتتسلي باي جامعية اه خيرية وبتبعت لهم الحاجة بتتسلي بيهم هما بيجوا ياخدوا منك الحاجة لحد باب الشقة احطي بقى مية ونبدأ نضرب الهند بلندر دوت معنا بص انا هقفل بقى عشان خاطر الصوت ولما ضربه هرجع لك خلاص دربت الطماطم في الخلطة هي بالشكل ده وكده هبدأ اقشر البصلة بقى عشان احطها معايا على النار وعبال مصف الطماطم لان انا مش بستخدم اي طماطم غلى ما بيكون متصلحة نرجع الرحمة تاني كابلت مش عايز يولع وهو ولع لوحده من النار التاني سبحان الله هجب بقى المعلقة كمان حلت عيبة الصمنة اين انتي جبت المرة دي عيبة الصمنة اللي هي الكبيرة قوي اللي هي تلاتة كيلو ديت اه تعباني اوي تعباني في الشيل وفي الحق بصوا قدي كبيرة جدا فكل ما يجي بقى او اطلع منها او اطلعها من دولاب المطبخ من فوق حيث اللي هي هتقع علي او هتقع مني فبقى مرعوبة بصراحة وكمان بقى عايز اقول لك اوعد جدي هلي بقى عزبتني عشان افتحها التانية اللي بتتفتح بيبقى سهلة الفتح كده لكن دي عاد بقى جبت السكينة رجعنا الايام زمان بقى لان ما فيش فتاحة خلاص ما حدش بقى يجيب فتاحة جبت السكينة وجبت ايد الهون وقعدت ادق ادق لحد ما اتفتحت معي بالشكل دوت كده هاخد من النار حوالي معلقة صغيرة وراي حاجات جواه كتير قوي عايز ادخل اعملها الشاعة متروقة بس عايز اانشر غسيل عشان قبل ما الليل يليل لان اول ما بقى اتشغل بقى في الاكل بانسة خالص الغسيل ولولاد يجوا قاعد اغديهم بعد كده اخسل الموعين وبانسة خالص بعد اضطر اللي انا ادخل انشره من بالليل يعني لان عايز ادخل انشره بعد تدخلت في التحمير هحط بقى عليها الطماطم كده يلا جينا بقى نشوف هنعمل ايه هنا هشطف دي كده بسرعة قبل بقى ما اغطيها هروح حطة البسلة عايز اقولك البسلة وانا غسلها ومنشفها وكمان حطها بقى في الاكياس دي كده اه زي ما انت شايفه كده زي الفل هي والجزر لو انت بتحب البسلة بس من غير جزر تعملي بسلة بس في ناس كتير قوي بتحبها من غير جزر اهين دي كو زي الفل بكل واحدة هو بتستوه بسرعة جدا اللي بينا نحطها بقى على النار انا غسلها عشان كده مش اغسلها تاني ولازم تحطيها وهي مجمدة كده ما تستنيش عليها لحد ما تفك وترجع تقولي الخضار بفرزه ويرجع يبوز مني ليه عشان بتستني على الحاجة لحد ما تفك الحاجة الوحيدة اللي تستني عليها لحد ما تفك هي اللمون وبردو ما تستنيش كتير هاجب بقى دية كده هنا عشان خلوس المعلقة وهينا كده عشان لما ناجح واغطي هنا الخلة والروح بقى هنا كده نشطف دية التاني برضو نغسل بقى لبتنجيل هنا بقش قطلها خلاص نسيبه كده منقوع بس في المياه شوية مش عندي فلفل حرائق عندي فلفل رومي لو عندي فلفل حرائق كده تقليته معي موجودة عندي رومي هسيبه هنا كده في المياه شوية وعبال ما جيب الحلة اللي انا هعمل فيها الرز وحالة اللسان عصفور معي هنا طلعت اللسان عصفور عشان هعمل اللسان عصفور ولسه بقى هجيب الرز ههولع بالواتع البتنجيل دي كده اتصل انا هعمل فيها البتنجيل هحطها هنا نقلت الحلة بتاعت البسلة نقلتها هنا ماشي هحط هنا الزيت دلوقتي عشان هعمل بقى البتنجيل يعني كده كويس قوي هصفي بقى البتنجيل كده وراحتك يعني هحطه كده وغطيه هو لسه بدري على الرز هغطيه كده واخش بقى انشر الغسيل عشان هنجز وقت شوية وطبعا موطية على اللحمة وموطية كمان على البسلة مش معلية النار كده تمام كله تمام فيها ليسه مية فيها شور بيعني مش محتاجة اللي انا ازود لها قوط النور شوية كله تحت السيطرة كله مسيطرة هل حمد لله هاخش بقى دلوقتي انشر الغسيل عصلي ده بيقزل لساعة اثنين ونف اه خلاص الولادة عندهم درس اصلا وقربوا خلاص ييجوا من المدرسة اه هدخل بقى على طول عمل الرز يجيجوا من درس الساعة اربعة ونف فالرز يبقى صفني يعني انتوا فاهمين قصدي العباية وبنطلون كفت هستموا بعد ومتغس لبردو حدا تاني وصي شفاك ايه هي بردو صودة هدخلوا وارجع لكم واعدام شو ابدأ انشر بقى غصوية يعني كده طبعا انا مش تابسة الازدال بس لابسة جلبية طويلة ولابسة عليها خمار خمار كبير كده بيبقى غنين يعني الازدال لما بكون لابسة الازدال ببقى لابسة بانطلون او لابسة حاجة بنص كم عشان كده بادخل لابس الازدال لكن طول ما انا لابسة الجلبية طويلة كده بروح لابسة عليها الخمار ده الخمار ده طرحة عادية خالص مخيطها كده من قدير وقفلاها يعني هي طرحة كانت مربعة كبيرة جدا جدا جايال من الصادية فقفلتها وبقى اتقرار و بستعملها لابسة لابسة انا عندي اتنين منها لو بقى اللافسة زي ما بقولكم كده حاجة قصيرة او حاجة بنص او بانطلون بروح لابسة عليها الازدال على طول الازدال بيسهل علي الموضوع هون شباب قيت القرسيل وهارجعلكم عشان خاطر الفيديو مايخالش عليكم اوي مرحبا بعد نشرت الغسيل و خلصت كده تمام الحمد لله فاضل لان انا شغل الغسالة و ادخل اصال للعصر و بعد كده ادخل اعمل الرز معاكم ان شاء الله سوف أضع المسحوق في الغسالة سوف ترفع الغسالة بسوستة لأن الغسالة لا تبطل غسيل سوف تحضر المسحوق أقبل أن تخلص وعبال مثلا ما انا اكون غلصت الاكل وقعدت ذكرت للعيال شوية واللي انتو عارفينه ده كله يعني قدامها ساعتين وكمان ساعتين كمان انا مش هكون فاضية فيهم هيكون الغسيل اللي على الحبل نشف وادخل بقى انشوره دوت على الساعة مثلا نقول 8-9 بالليل كده يكون معي الغسيل اللي على الحبل يا ربي ينشف ادعو معي اللي هو ينشف لان الغسيل فعلا في الشتاء ما بينشفش خالص كده كله تمام بص انا عامل هنا المنظم دوت كده اهو حط في ايه حط فيه الداوني دوني سايب وده برضو دوني سايب برضو كنت مش لقي ازازة فحطيتها في ازازة الببس اه وهنا ديت حط فيها خل ومية وبرش بيها كده في الشقة علشان خطر الدبان لو فيه دبان ولا حاجة بيرش وده كده اسمه ايه البرسيل اللي اشجلي خلاص 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 فاضل في حبة صغيرين خورص يعني خلص عيدة لان منزل بقى اشتريت ودي كمان حط هنا المسحول الاوتوماتيك بس كده ده كده الغسالة والحاجات اللي عن غسالة اللي بينا بقى ندخل جوه اتوضى واصل العصر خلاص دلوقتي بعد ما توضيت بقى خلاص هدى اللي انا اصل العصر عشان ما يفوتنيش لو استنيت شوية كده هتلاقيين انا صليت على طول هتلاقيين انا انشغلت بالولاد اول ما جم المدرسة والموضوع بقى ايه اه خلاص نسيته خالص في استحسن اللي انت اول ما تسمع العصر تقوم تصليه ونفس الكسه المغرب لان المغرب معروف عليها اللي هي غريبة يعني في ثانية كده مفيش تلات دقايق تلاقي العيشة ازنت في استحسن العصر والمغرب بي ازنوا بسرعة جدا فيه وبلوقتي دوت بيتبقى انت مشغولة فتصليهم ويخلصوا من عليك احسن ما ايه اه يترقموا عليك وما تلحقش اللي انت تصليهم اصعب او الواحد بيصعب عليه نفسه كده خلاص انا لبست اه اه جلبية كده طويلة خالصة ايه مغطية رجلي زي ما انتم شايفينها كده اهو وهبدأ بقى اصلي وبعد ما اصلي ندخل بقى مع بعض كده من ايه من اه نعمل مع بعض لك يلا بقى اسبكو عشان اصلي وانت يلا ووراكي حاجة اقوم اعمليها وصلي اه ودعي ربنا في كل حاجة انت عايزة تنفيزيها ان شاء الله ربنا هينفيزها لك بازن اللي هسيبكم اصلي وارجع لكم تاني ان شاء الله رجعت لكم تاني بعد ما صليت العصر والحمد لله لقيت الموبايل خلاص هيفصل مني فروحت حطاه في الشاحن شوية قلت يا يشحن شوية عبال ما انا اعمل الرز طبعا انتم كلكم عارفين طريقة الرز فاعملت الرز خلاص معي وبقى اه بحمر اللي سانا العصفورة اهو استني اه بس يتعمل كده انا موطي النار خالص عشان الادين بداعة الحلة ما تتحرقش مني لاني حطاها على العين الكبيرة العين الوسطانية دي حط عليها البسلة والعين الثغيرة هنا حط عليها الرز خلاص اهو زي ما انتم شايفين كده اول ما بيتشرب ما بقلبهوش تاني انا مزودة الشعرية النهاردة زيادة شوية اه وهنا اللحمة لسه على النهار بتستوي وطبعا اللي سانا عصفور اول ما يستوي هسقيه بالشربة بتاعت اللحمة حط فيه مكعب مرأة كده يتزيله طعم حلو اوي وهو بيتحمر واول ما بيتحمر بطفي عليه يعني اول ما بحط الشربة ويغلغ اول غلوة بس بروح طفي عليه وخلاص على كده هعمل ايه هنا حطت هنا اللمون لانا صيبت عليه الحنفية شوية في شوية ماء كده عشان يفك معايا بصوه لامونا بحلقة هي الناس بقى اللي عمالة اه تزع عقلي ويقول لي كلام وحاجات كده وحوارات الجماعة والله العظيم متعلقة معاكم زي الفلة بصوا بقى بسم الله دلوقتي خلاصت خلاص الشربة هاي شربة تعملت معايا بص استوت هي غلوة واحدة بس اللي تدهلها على النور وبعد كده تدفع عليها النار وتغطيها بص زي الفلة هي جميلة وطعمها حكاية عايز اقولك اللي تعمها بيبقى حلوة اوه وده كمان الرازشب الشعرية هو جميل كده وفلفل وجميل والشعرية في زيادة بيبقى طعمه حلوة اوه بصيب طعمه حلوة اوه لما بكون الشعرية في زيادة وهينا طبعا البسلة معايا على النار حطت فيها اللحمة وهي لان اللحمة خلاص استوت حطت فيها قطع اللحمة هي ومعايا زي الفل ورحتها مش قادر اقولك تجنن عايز اقولك اللي رحتها حلوة قوي خلاص كده الاكل معايا بالصلاة عن النبي خلص خلاص 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 صلاته السلام اغطي بقى الحلل واسيبه بقى لحد ملعية ليجوا من المدرسة بسلة كمان هتفعلها خلاص فغطي بقى الحلل ودي الحلة بقى اللي كان فيها الشربة واللحمة لسه فيها شربة وفيها لحمة فمغطيها بقى خلاص انا اخدت كفايتي في البسلة ولو عزت بقى بكرة اعمل نوع خضار او مثلا الولاد عايزين مثلا شربة على رز بس من غير اللي سانعة صفور بحطت لهم من الشربة ديت بس كده والمطبخ عندي رايق ما فيش اي حاجة خلص غير الكوباية ديت ومفيش موعين زي الفل لهم الاغطيان دي ها غطيها دلوقتي للحلل تعالو نغطيها مع بعض كده كده بحت السلطة ارقوا خلاص كده عندما يأتي سأغرب بيهم و بعد ما أغرب سأغسلهم هم والصانية والدنيا لدي نضيفة مثل الفل لا يوجد شيء على البيت المخلية سنتدخلها للتلاجة لكن بعد ما نأكل والدنيا مثل الفل يجب أن ندخل داخل و نرى ماذا أو نتفرج على شيء أو نخترع أي شيء في الداخل فعرفين يعني طول ما أنت وقفة تخترع أي شيء كما أنت عارفين يعني مش محتاج اللي أنا أكمل دلوقتي سباحة بقلبي جوم من المدرسة القطائد زي ما أنت عارفين كده باباهم هو اللي راح جابهم من المدرسة مش من المدرسة من الدرس بعد المدرسة بيروحوا درس في البيت بتاع الميس ومنا في سنتر كده جنب المدرسة معها المدرسة بتاعتها فلسه جاينا هم دلوقتي ساعة والله العظيم خمسة لربع يعني حروم من الساعة سبعة الصباح لحد خمسة لربع كتير قوي يدوب بصوا يرامو شوناتهم وقلعوا كده الحاجة وأنا خدت الشربات عشان هدخل أخسلها بيبقوا جايين همدانين جدا وتعبانين جدا وأول حاجة بيسألوا عليها أول ما بيخشوا السرير يعني ما بيسألوش على أكل ما بيسألوش على أي حاجة بيسألوا على السرير لإني فعلا بيبقى العائل محتاج اللي هو يريح شوية ربنا يرحمنا بقى وناخد الأجازة وينجي الأجازة نقول إمتى بقى نروح المدرسة والكلام اللي انتم عارفينه ده هحط بقى الكوتشات بتاعتهم أنا بصراحة مش بحب أتقل عليهم اللي هم يشيلوا الحاجة والكلام ده لإني فعلا بيبقوا جايين تعبانين تعالي انتي بقى روحي مشوار كده من الصبح بدري وأقضي فيته لليوم بجدها سيجي هتبقى تعبانة وهمدانة ومش قادرة تعملي أي حاجة خالصة فأنا مش بحب أتقل عليهم بسيبهم شوية كده وبعد كده بقى بديهم في ونفقهم زي ما انتم عارفين كده شونتهم بقى هنا أنا خدت منها اللانش بوكس بصراحة دخلتوا جوه هدخل بقى دلوقتي نغسل مع بعض الشربات بخسلها أول بول عشان ما يبقاش عندي غسيل كده يعني ما يبقاش عندي فيه شربات وفيه حاجات كده هندخل دلوقتي نغسلهم مع بعض في الحمام طبعا الحمام أول مما باصحة من النوم الصبح وأنا بخسل وشي وأنا بخسل وشي بالغسول وكده بكون مزبطة كل حاجة عشان هم وهم الصبح راحين المدرسة اللي بيطلع مثلا حاجة واللي بيقلب حاجة والدنيا بتبقى زال بطيطة فبخسله أول لما بأيجي بقى أنا أتشطف كده واخسل وشي بعمل الحمام بعمل الأرضية بفتح الحنفية كده وسايب الأرضية شوية وبحط أي مطهر في الأرض ونفس الكسة الحود باجيب السلكة واروحها سليب المرة يعني واروها فبياخذش وقت خالص منه وهنا بقى حط المسحوق بس بعمل أكسي أو برسيل اللي هو الكيس بعشرة جنيه للإريال العادي حطه في علبة زي كده وباخد منه بصي بحاجة زي كده هي معرفش دي بتاعت ايه دواء تقريبا أو حاجة زي كده مش فاكرة فباخد منها كده حبة أهو بروح شايلة بقى العلبة هتطف عندي رف كده في الحمام فوق عالتع الشباك فبروح هتطف عليه جنب الشمبيات وجنب العلبة لأن الكيس بيتقلب وبيوقع وبيوقع كله طبعا بقى أنا سبتهم جوه يخشوا يغيروا عبال بقى ما يغيروا كده هيكون أنا إيه؟ وصلت الشرابات على عدية بسي بحط كده الصابون فيها وباسيبها شوية هتلاقي الموضوع فرق معاك لما تعمل الموضوع دواء هتلاقي الشرابات عندك ما بتخلص حينو ما بتخلص دي ما بتدعش بيبقى الموضوع سهل شوية عما تعود الدواري بقى على فرطة شراب ويضيعوا في وسط الغسيل في الغسالة والكلام ده وطأي نعم بيضيع مني مش هقولك أنا سبت بيتة أو بريم يعني وما بيضيعش لأ بيضيع بجيب أول واحدة أنا عملتها بروح ندع فيها كده وبعد كده بمشرهم على السماء السماء بتاعلي فوق دي تقولوا معايا الدوش المصورة بتاعت الدوش لإلا باخدهم معايا البلاكونة بس أنا متضخلة دلوقت فهنشارهم على المصورة بتاعت الدوش كده خلوس أول واحد خلص معايا هنزل بقى لنا بصبوع كويس كده روح هعمل الكلامية بنفس الطريقة يعني هعمل بقيقة الشرابات بنفس الطريقة بالتبقي فتاعت الدوش كده بداء بقى كده مربعة كده فبروح بتاعته ببس طريقة شكل ده كده هي الصفة وعلى بالليل بيكون نشف لو أنا منسيته مثلاً تاني يوم بيكون نشف خالص ما نستهوش بدخله بقى معايا البلاكون ولو انا دخلة في اي وقت البلاكون هعمل بقى بقية الكمية خلاص دلوقتي بقى بعد من رجل مقرسة وانتو شفتوا معايا اليوم ماشي ازاي غرفت بقى الاكلة هولي احنا عملنا مع بعض البسلة بالجزر حيز اقول لك ليه مستوية جدا يعني متفرزيها كذا حد اقلب حط في الفريزر بتقعد فترة طويلة على النور عبر متستوي لا هي مستوية جدا زي ما انتو شايفين كده طعمها حلو قوي تمين الرزب الشعرية اهو اللي انا مزودة فيه الشعرية شوية طعمه حلو قوي والليسان العصفور اللي خد غلوة واحدة على النار وطفين عليه واللمونة هو معنا للي حابب بقى يحط اللمون اهي معايا وطبعا بتنجان المخلل اللي احنا عملناه مع بعض اهو خلاص دلوقتي بعد ما كاننا الحمد لله دي الموعين ده لتلعة مطرح الاكل بالحلال طبعا لسه فيها بواء الاكل مش اشيلها دلوقتي هسانا لحد ما تبرد خلص وبعد كده بفضيهم في عالة بتلاجة وبروح اه غسلاهم وشايل العيلة في التلاجة هعمل اي دلوقتي اخسل بقى الموعين ديك كده مش موعين كتير ولا اي حاجة بس عشان خطر ابقى بقى ايه دايقة لو انا هدخل دوه زاكل للولاد او مثلا للم الغسيل او في حاجة طبعا عايز اعملها في مكوى في حاجات زي كده لازم يبقى الحوضة عندي عشان خطر لما يجي اعمل بقى الغداء العشب يبقى عندي الدنيا دي خلاص دول بقى انا مش هغرف تاني فهضطر الى انا بقى هنا وحصلهم بقى معايا عشان يبقى الموضوع سهل يعني اخسل بقى دول كده بسرعة طبعا انا نفضي الى الاكل منهم لو في كان في بواقي ولا في حاجة فضيتهم عشان لما يجي اخسلهم يبقى الموضوع بسرعة دbeat محاولين محاولين وعند لا بوق jobs اداف محاولون محاولون سوف يذكروا بعد ما تغدوا سوف أضعوا عصير منجا سوف أضعوا لكم سوف أضعوا المنجا سوف أضعوا لكم سوف أضعوا بقايا سوف اضع المقر سوف اضع المقر سوف اضع المنجنة اضع المنجنة الوضع المقر سوف اضع المنجنة والباقي دوت هحطوا برضو في باب التلاجة الازازة اللي عايز يحط منها هوا دا كده شكلها شكلها حلو اوي كمان تعمها احلى يلا بينا بقى ندخل جوه ولا اقول لكم كفاية عليكم كده النهاردة لاني طاولت اوي خلاص كده الروتين بتاعنا خلاص غسلنا مع بعض الموعين وعملنا مع بعض الاكل وكمان نشرنا الغسيل وشغلنا الغسيل عملنا حاجات كتير اوي يلا بينا بقى اقول لكم بقى كده تصبحوا على خير طبعا انا لسه مكملة يعني مش هنائم يعني انا لسه مكملة باقيات الروتين بتاعي لسه هنزاكلهم ولسه حاجات كتير اوي وراي جوه بس اهم حاجة حاجات اللي احنا عملناها اتغدينا وقلصنا الموعين وخلصنا كل حاجة وكله تمام الحاجات اللي احنا هنعملها جوه هتبقى اضافية حاجات يعني كده اا تقضية تواجب زي مثلا مكوة اا تلمي غسيل تطباية غسيل زاكل لولاد حاجات زي كده تعمل له مع عشا بس كده لكن النهاردة الروتين بتاعي زي ما انتم شايفينه كده من اول اليوم لحد اخره خلاص المغرب ازنت وكله كده تمام طبعا النهاردة يكون الفيديو عجبكم ما تنسيش تحطي لايك لو انت اول مرة تشرفيني تحطي اشتراك وتفعلي الجرس عشان ينصلي كل الفيديوهات بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله